وصل عدد الطلبات المقدمة للانضمام لبرنامج حساب المواطن اليوم إلى نحو مليوني طلب منها قرابة المليون ومئتي ألف طلب مكتم للتسجيل وأكد المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين مبينا أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي حيث سيعطى المتقدمين الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات